ندخل بعد كده على الكيوبكروت بتاعتي اليونايتي يعني لما يكون في عندك كيوبكروت للوان المفروض لو احنا اشتغلنا بديموافر تيريم لما يكون في عندي زد ايكوال وان يعني بيور ريل يعني ما فهوش اماجينري خالص يبقى الانجل بتاعتي المفروض الار بتاعتي بوان والانجل اللي موجودة عندي بزيرو لان انا بتحرك على الاكس اكسز يبقى كوسين زيرو بلس اي سين زيرو ذا كوانتتي باور وان اوبر ثري لو طبقنا دي موافر تيريم هتلاقي نفسك بتريبليس الان مرة بزيرو ومرة بوان ومرة بي تو هتلاقي عندك تلاتة فاليوز الفاليو الاولى اللي هي الوان الفاليو التاني نيجاتيب هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي الفاليو التالتة نيجاتيب هاف مينس روت 3 اوفر 2 اي طيب جميل جدا دلوقتي الوان لما كنا بنشتغل عليه لما كنا في اعداني وفي سنة والحد قبل تالتة سنة كنا بنقول كيوبك روت 1 ايكوال 1 الكلام ده في الريل نومبرز دلوقتي في الكمبليكس لأ بقى فيه عندي تلات حلول الوان نيجاتيب هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي ونيجاتيب هاف مينس روت 3 اوفر 2 اي في مجموعة من البرابورتيز دازم تركز معا بيو فيهم اذا حصلوا عملت سكوارنج للترم التاني او اللي هو الفاليو التانية هتلاقيها بقت عبارة عن نفس تالت روت طيب واذا حصلوا اخدت تالت روت وعملت له سكوارنج هتلاقيه هو بالزبط second روت جميل جدا يبقى انا دلوقتي عندي الاولاني الوان هسيبه زي ما هو والتو روتس التانيين واحدة سميه اوميجا والتاني اوميجا سكوارد مين فيهم اللي بالباوزيطيف ومين فيهم اللي بالنجاتيب مش هتفرق لان هما اتنين بيقدوا البعض لو عملت اد للتلاتة روتس بتاعة الوان لي Skeks1 وملس اوميجا واوميجا سكوارد و spider لازم يطلعوا zero وطبعا لما يكون ده equal zero، بقل الوحد فيهم عبارة عن ايه لو خدت السم بتاها اي اثنين عبارة عن additive inverse بتاعت التالت يعني وان بلس اوميجا equal negative اوميجا سكوارد وان بلس اوميجا سكوارد equal negative اوميجا البروث بتاع الكلام ده في منطقة البساطة بتاخد التلاتة روتس تعملهم plus bar هتلاقيه فعلا زيرا يبقى 1 plus omega negative omega squared 1 plus omega squared equal negative omega وأكيد omega squared plus omega equal negative 1 لو عندك omega power 3 equal 1 البروف بتاع عبارة عن A عندك omega power 3 عبارة عن omega times omega squared هنعمل replacing بالvalues بتاعتها نشتغل بالdistribute property تلاقي على طول 1 plus 0 I it means that إنه equal 1 يبقى فعلا white omega power 3 equal 1 دي property تانية أوميجا minus omega squared أو أوميجا squared minus omega لازم تكون equal negative or positive root 3I كل اللي هنعمله هنعمل أوميجا minus omega the quantity squared نعمل simplifying replace الأوميجا power 4 بأوميجا وأوميجا power 3 ب1 تلعت بالضبط negative 3 negative 3 ده عبارة عن أوميجا minus omega squared the quantity squared نعمل square root في النحيتين negative or positive negative or positive root negative 3I طيب root negative 3I دي عبارة عن إيه؟ دي كان negative root root negative 3 كانها بالضبط root 3I يعني يتمين ذات إنه أوميجا minus omega squared equal negative or positive root 3I اللي matching مع ethereum إذا حصلوا عملنا switching أوميجا squared minus أوميجا هتديلك نفس الكلام بالضبط اللي هو negative or positive root 3I تماما بالضبط أوميجا ترجمة نانسي قنقر شكرا